السجاير وكمان مر السجاير النهاردة هنتكلم عن حلقة جديدة ومهمة جدا من حلقات جنون أسعار السجاير تحت عنوان إبراهيم إمبابي يحارب التجارة أصله قرر يقلب في الدفاتر الأديمة ويطلع عقوبة التجار اللي بيلعبوا في أسعار السجاير فهل يا تارى ده الحل وإيه حكاية الأسبوعين الجايينة خليك معايا في الفيديو ده علشان تعرف كل التفاصيل فعز الكناء اللي دايرة بين شعبة الدخان والتجار اللي بيحطوا أسعار السجاير على كيفهم وخد معهم كمان البرلمان يطلع فجأة كده إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بتحذير بنص القانون واللي هو عقوبات الجش التجاري حسب جريدة فيتو القانون بينص على معاقبة أي شخص يقوم بالتدليس أو الغش في أسعار المنتجات أو يحاول إن هو يبيع منتجات فسدة العقوبة هنا هي السجن مدة ما تقلش عن سنة بغرامة كمان تصل لخمس تلاف جنيه أو ما يوازي تمن السلعة اللي غش فيها يعني أيهم أكبر بقى طبعا رئيس الشعبة لما قال الكلام ده كان بين كده من كلامه إن هو كان بيهدد التجار قال كمان إن العلبة هيبقى عليها باركود وده خلاص الحكومة هتقوم بتنفيذه في نفس الوقت إبراهيم مبابي دايما بيطالب بتجديد الرقابة على السوق وبيسأل هي الحكومة فين؟ بس برضو ليه عتابة على المواطن اللي بيسيب حقه خصوصا إن في باركود يضمن حقه وإنت دلوقتي ممكن تسأل إيه حكاية البركود ده؟ بص يا سيدي البركود ده تكنولوجيا معينة مضبوعة على كل علبة سجاير هيكون فيها السعر الحقيقي للمواطن وعلشان تعرف إن انت تكشف على السعر الحقيقي للعلبة هتنزل أبليكيشن كده على تليفونك وتعرف من خلاله السعر الحقيقي للسجاير يفضل السؤال الأهم هل في حل قريب لأزمة السجاير دي؟ هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أكبر منتج للسجاير في مصر طلع من كم يوم كده وقال إن الشركة بتعمل إجراءات جديدة هتحل الأزمة دي خلال أسبوعين وده كان نقلا عن المصر اليوم وكمان أكد إن المسؤولين عن الليلة دي كلها هم اللي شغالين في شبكة التوزيع بس للغاية دلوقتي لسه الأزمة محلك سر وده لأن التجار مخزنين السجاير علشان يعطاشوا السوق ولما ينزلوها يحطوا السعر اللي على كفهم في المقابل إبراهيم مبابي بقالوا كم شهر بينادي بتطبيق التعديل الضريبي اللي الناس مستنياء لأنه ما كانش هيرفع سعر العلبة غير 2 أو 3 جنيب الكتير لكن دلوقتي كل تاجر بيسعر على مزاجه لدرجة إن الزيادة غير الرسمية في سعر العلبة الوحدة وصلت لـ 30 جنيه عندك مثلا سجار كلوباترة الشعبية اللي المفروض تتبع بـ 24 جنيه دلوقتي بتتبع في السوق السوداء بـ 55 والسجار الأجنبي وصلت لـ 75 جنيه في العلبة الوحدة انتوا بقى أسعار السجاير وصلت عندكم لكام؟ بتلاقوها أصلا ولا برضو مش موجودة طيب لو بتشتريها بالغالي وتسأل التاجر عن السبب بيبقى رده إيه أخيرا بقى مع غلاء أسعار السجاير فكرت إن انت تبطلها خالص ولا برضو مصمم عليها اكتب لنا رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة